وصل ازدحام سماء سوريا بطائرات التحالف الدولي وأيضا العراق للقضاء على داعش يحاول تنظيم القاعدة العودة إلى الساحة الدولية من جديد إن كان هذا في اليمن، في سوريا أو حتى ليبيا ويسعى هذا التنظيم المنسي نوعا ما أن يطل برأسه من خلال هجمات من هنا أو هناك تعكس تخبط التنظيم الذي يحاول ترتيب بيته الداخلي العابر للقارة إذن تنظيم القاعدة يتسلل من جديد إلى دول عدة في شرق الأوسط وأيضا في شمال أفريقيا وهذا عبر جماعات مسلحة محلية وأخرى عابرة للحدود في منطقة الساحل الأفريقية، تحدث عن الجزائر ومالي وأموريتانيا أعلنت أربع مجموعات من أكبر الجماعات المتشددة أعلنت الاندماج في تنظيم واحد أطلقت عليه اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين طبعا هذا التنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بايع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أيضا في ليبيا بدأت جماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة تقديم الدعم لمليشيا سرايا دفاع عن بنغازي وإذا تذكرون هجومها على منطقة الهلال النفطي ومن بين هذه الجماعات، القياد الأبرز في تنظيم القاعدة جنوب ليبيا هو أحمد الحسناوي وأيضا القياد البارس في تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا والمغرب مختار بالمختار ننتقل قليلا إلى الشرق، تحديدا إلى سوريا الذي شكل الإعلان عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الملقب بأبو الخير المصري في غارة لتحالف الدولي في محافظة إدلب شكل هذا ضربة قاسية للتنظيم المتطرف المصري هو صهر الزعيم السابق للقاعدة أسامة بلادن ويعتقد أنه بالفعل الآن هو نائب الزعيم الحالي أيمن الظواهري ظهوره في سوريا دليل على أن حضور القاعدة هناك أكبر مما يعتقد كثير نتحول إلى اليمن أيضا هناك عادة تنظيم القاعدة جنوبي البلاد إلى واجهة الأحداث مع توالي الغارات الجوية الأمريكية وبعض الإنزالات بطائرات من دون طيار على مواقع القاعدة في اليمن أحداثها أكثر من عشرين غارة استهدفت مسلحي القاعدة ومعدات وبناء تحتية في محافظات أبيان، البيضاء وشبوة في المقابل تثير الحركة الجديدة لتنظيم القاعدة في اليمن تثير الريبة في ظل تحالفهم مع ميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الأمر الذي يساعدهم على شن هجمات بين الحين والآخر في تلك البلاد الحرب على الإرهاب تركز منذ عامين ونيف على تنظيم داعش ولكن دلائل كثيرة بدأت تظهر تفيد بأن لا بد من الحذر من عودة تنظيم الأم تنظيم القاعدة ترجمة نانسي قنقر